بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على السلام والسلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى دائما في إطار التكمنات المجانية المتعلقة بالجيوزيبر سأقترح عليكم في هذه الحصة طريقة لإنشاء مستقيم بطريقة متحركة لأجل ذلك سنذهب إلى شريط الأدوات من هنا أولا سنضغط على نقطة A.A ثم بعدها نضغط في شاشة الجيوزيبر نقوم بوضع النقطة A وبنفس الطريقة سنضغط مرة أخرى لوضع النقطة B لكي تكون هذه بطبيعة الحال هذا الرسم يكون متحركا سنقوم بالذهاب إلى هذه الخانة هنا هذا الشريط دائما في شريط الأدوات سنختاره كيوزيبر هذه المرة ثم نضغط في شاشة الجيوزيبر سيقوم الجيوزيبر بإظهار هذه النفيدة هنا اسم هذه الزلقة كيوزيبر هنا سيسمى A بطبيعة سيكون من نوع نوبر لانتغفى المجال الذي سنقوم باستعماله لأجل هذه الزلقة سيكون المجال 01 قيمة الدنيا هي السفر والقيمة القصوية هي واحد بالنسبة لنا كخيمون سيكون كما فعلنا سابقا حتى تكون الحركة سريسة سأكتب 0.001 ثم أضغط بعد ذلك على أوكي لحد الآن فإن هذه الزلقة ليس لها مفعول لا تتحكم في شيء بهذه الواجهة قلت بأننا سنقوم بإنشاء مستقيم سبق لنا أن تطرقنا لطريقة إنشاء قطعة وكذلك إلى طريقة إنشاء نصف مستقيم الآن جاء الضور لطريقة إنشاء مستقيم يمر من أواب عندما نقول مستقيم فإنه يجب أن ينطلق من خارج أ ويمر عبر أبي بطبيع الحلوى يتجاوزه وكأننا نقوم برسم بسيماء قلم ومسطراء وكأننا نقوم برسم المستقيم الذي يمر من أواب لأجل ذلك سنذهب كما قلت سابقا سنذهب إلى شريط الكتابة كما فعلنا في حيث السابقة ثم سنكتبه لاحظوا إذا قمت بكتابة ضغوات يمكنني أن أختار مثلا الخيار الأول ضغوات كي يقوم بإدخال نقطة A وبعدها سنقوم بإدخال نقطة B كذلك يمكننا اختيار ضغوات إنلين بغاليل إذا كنا نريد إنشاء مستقيم يمر من نقطة B ويوازي مستقيما بطبيعة الحال آخر وكذلك باستمار الخيار التالي سمكننا رسم مستقيم انطلقا من النقطة ومتجهة بطبيعة الحال A Vector Direct سأقوم بالتحيول على الجوجيبرا وأستدعي الأمر سيغمون رغم أنني لن أقوم بإنشاء المستقيم القطع أبي إلا أنني سأستدعي هذا الأمر لسيغمون أبي لذلك لسيغمون القطعة لن تنطلق من A ولكن سنتطلق من النقطة قبل A لذلك هذه النقطة سنقوم بإنشائها عبر الإزاحة سأقوم بإستدعاء Translation لذلك Translation لذلك l'objet A بإستعمال المتجهة مثلا 0.2 في المتجهة BA بإستعمال المتجهة لذلك لاحظوا إذا كنت بكتابة هنا كتابة B فإنني سأحصل على من نصف مستقيم لذلك سأحصلها B وتمر عبرها سأقوم بمسح النقطة B وسأكمل هذا الأمر سنقوم بإلساء بإنشاء قطعة تنطلق من نقطة تتواجد قبل النقطة A وتصل إلى نقطة تتواجد بعد النقطة B لكي تقوم بالوصول إلى نقطة خارج النقطة B سأستعمل الأمر Translation كذلك سنقوم بإزاحة النقطة التي قمنا بإنشائها من أجل الانطلاق سأقوم بنسخ هذا الأمر Translation du point A du vector 0.2 fois du vector BA ثم سأقوم بكتابته مكان objet هكذا سأقوم بالسقه هنا ثم بالنسبة للمتجهة المتجهة التي سنستعملها ستكون بطبيعة الحال مرتبطة بالزالقة ستكون A في vector مثلا المتجهة التي سنستعملها ستكون هي المتجهة التي تنطلق من النقطة الأولى التي قمنا بنسخها وتنقوم بإلساقها هنا إلى نقطة الوصول نقطة الوصول هي ستكون صورة النقطة B بالإزاحة مثلا ذات المتجهة A B أو 0.2 في المتجهة A B لاحظ ماذا سأكتب هنا سأكتب Translation نقطة B بالإزاحة ذات المتجهة A B ولكن سأقوم بتصغير طول المتجهة A B مثلا 0.2 في المتجهة A B بعد ذلك سأضغط على OK خاصة بلوحة المفاتيح لاحظوا عندما أقوم بتغيير قيمة هذه الزالقة وكأنني سأنطلق من هذه النقطة التي قمت بتعريفها من طريق الإزاحة وكأنني أقوم بانطلاق من هذه النقطة وأمر عبر النقطتين A وب لاحظوا عندما أقوم بتغيير قيمة الزالقة وكأنني أرسم مستقيما يمر من النقطة الأولى A ثم يصل إلى النقطة B ولكن يتجاوزها وهكذا سأكون قد أعطيت طريقة لإنشاء مستقيم يمر من النقطة A وب يمكن أن تضغط بزر الأيمن للفأرة على أنيمي كما تلاحظون هنا حتى أصل على هذه الحركة وكالعادة فإن هذه الزالقة هي زالقة متناوبة بشكل تناوبي تنطلق من صفر إلى واحد وتعود من واحد إلى صفر إذا كنت أريدها بطبيعة الحال تصاعدية فقط سأضغط بزر الأيمن للفأرة ثم أذهب إلى تخبخيتي تظهر للنافذة على اليمين هذه النافذة التي تظهر هنا تحميل مجموعة من الخصائص المتعلقة بالذلك من بينها القيم التي قمنا باستعمالها سابقا قيمة الدنوية 0 قيمة القصوية 1 وقيمة 0.001 كذلك يمكن أن تحكم في الصرعة سأكتب مثلا ثلاثة ثم بالنسبة للموضة طريقة استكرار هنا الجوجيبرة بصفتين أوتوماتيكية يؤشر على التغنية بشكل تناوبي متناوي أنا يمكنني اختيار مثلا كخوصون أو ديك خوصون أو لا إن فاك خوصون سأختار خير الثاني كخوصون ثم أغلق هذه النافذة سأعود إلى شاشة الجوجيبرة يمكنني الضغط بالزر الأيمن للفأراء على الزلقاء ثم أختار هذه المرة أنيم تلاحظوا مثلا ماذا سيحدث وكأنني أقوم برسم المستقيم A-B باستعمال مصطر وقلم المستقيم الذي يمر من النقطتين A-B طبعا في الحال يمكنكم تحريك النقطة A هذا لا يغير شيئا يمكنكم تحريك النقطة A كذلك يمكنكم تحريك النقطة B دائما نحصل على نفس الحركة نحصل على مستقيم يمر من النقطتين A-B الحصة المقبلة إن شاء الله سنتطرق إلى طريقة إنشاء دائرة بطريقة ديناميكية وكأننا نستطيع استعمال بركار بطبيعة الحال أتمنى أن نستفيد من هذه الحصص وإلى فرصة مقبلة بحول الله أتمنى أن نستطيع البحث